طيب الجميل في الموضوع بتكلم على السلعة الأساسية اللي ما استغناش عنها بيت من السكر للرز للزيت للفول للعدس اللبن الجيبنا كمان شيء كويس موضوع الفراخ سواء بقى أو الدواجن يعني يعني ياسف سواء المجمدة أو الحية أو بضل ما قدر حرك الاجتماعات كلها بيحضرها رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس اتحاد الصناعات رئيس غرفة الصناعات الغذائية رئيس اتحاد منتج الدواجن دول يمكن اللي بيمثله القطاعات سواء الانتجية أو التجارية وكل واحد قام بدوره في الحد من ارتفاع الأسعار ده كانت يمكن التوجه الأول ثم بدء خفض الأسعار اتحاد منتج الدواجن حيساعد بخفض 15% عن الأسعار الحالية وإحنا بنحصر الأسعار الموجودة في الأسواق فعليا السلاسل التجارية مشكورة كان فيه اجتماع مبارح مع قيادات السلاسل التجارية بالكامل وكلهم توافقوا للهيبر ماركتس الكبيرة كل السلاسل لأنه انت عندك فيه سلاسل لها 700 فرح مثلا وفرق صغير إنما حريك بتتكلم على كبيرة كبيرة حجما الكبر بالنسبالي هو الانتشار على مستوى المحافظات تماماً وابتدنا نحصر من خلال الغرف التجارية المحل بقالة الرئيسية اللي موجودة داخل المحافظات المختلفة كلهم توفقوا على صفر هامش ربح لهذه السلعة إحنا إدنا نوصل الخصومات دي إزاي؟ الدولة قامت بدورها البنك المركزي حيوفر دولار بالسعر الرسمي وبالتالي عندي خفط للمكون الأجنبي اللي موجود في السلعة في نفس الوقت وزارة المالية من خلال آليات متعددة ضرائبية وجمركية تقدر تخصف لي هنا 2% هنا 3% الوزارات المختلفة التجارة والصناعة التموين كل الوزارات المعنية بتعجيل إفراج عن البضائع وبالتالي ما بحملهاش بأرضيات وبالتالي بقلل فحركة أنت بتجمع كل الخصومات دي زائد أن القطاع الخاص وافق أنه هو يشيل هامش ربحه السلاسل التجارية وافقت يشيل هامش ربحها وبالتالي قدرنا نوصل لهذا الرقم الكبير في الخصم اللي أن أنا أقدر أوفيفهم بدرة قصيرة لرمضان للعيد أسبوعين نقدر نعملها إنما أننا نقدر أوفرها لفترة طويلة كان لابد من تكامل الدولة مع القطاع الخاص بلتالي